اشتركوا في القناة ماشي احتاسي لخلصات وعندنا ايصالات بانهي لخلصات عادي يقول انا دب حاليا يجيب اخر مراتا بيقولك نردلا نو هذا نوع من يعني الاستخفاف اقول استخفاف بحقوق الغير والاستهزاء يعني احنا ماشي استهزاء بنا احنا يا اتي استهزاء بنفسه وتي استهزاء بولاده فالذات الكبيرة دياله فانا بالاحرى تنقول لك كذلك هاد مسألة هذه فهي تخضع لمقتضية المادة 526 من القانون الجنائي التحايل على مقتضية مدونة الاسرة ايطار المادة 526 من القانون الجنائي نو بالنسبة للقادية ديال الرجوع بالزوجية فانا مكلف بها الى جانب الاستادة الفاضلة الاستادة خجار الروغاني بليطو اصمح الزامنة ديالي اللي عنده واحد صيد كبير فالمذكرة اللي تقدمت بها الاستادة بالمعية ديالي كانت مذكرة جامعة الشاملة تضمن حقوق الزوجة وابنائها على اعتبار حنا يا بالنسبة لنا لا نرفض ما ترفضوش حنا يرجع البيت الزوجية بالفعل حنا يا بالنسبة لنا يوفرنا الظروف دي العيش الكريم يوفرنا واحد المنزيل مستقر واحد المنزيل بانه بعيد يعني مستقل فما كنت اشي مشكل فالساميرا لا ترفض وهي مساعدة بانها ترجع او تلتحق ببيت السوجية متى توفرت لها الشرط وذلك طبيعة الحال فالاول انا في البادي ادي بدأ من كنت تبنيت الميل في ديالساميرا عارفي انه داروعة هناك ترهات داروعة هناك تغارات داروعة هناك شطحات داروعة هناك تشهير داروعة هناك تنمر وكل حاجة بانني راني وضع لها الجواب ديالا فبنتنا الايام والحمد لله يوم بعد يوم تيتبي لكم بان التجاه دي الاستاذ النوري هو الصائب لا تقاته يعني ما نقول شي حاجة اكتر يعني حاجة واحدة تق غير في العمل ديالك وفي الموكي ديالك قالوا باش انا نعتقد الثقة الاخر هو اعتبره بانه لا اعتبر عدوا وانما اعتبر بانه خصم وبالتالي لا تقاته في الخصم وهذا ما اؤمن به دائما انا دائما تقع عندي في الموكي ديالي وقبل كل شيء في الله سبحانه وتعالى وبعده في قضائنا وعاد الموكي ديالي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي